موسيقى بسم الاب والابن والروح الكدس الاله الواحد امين اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج ساعة للهوى النهاردة عايزين نتكلم مع بعض في موضوع يهمنا كلنا لما نسأل نفسنا هو انا ليه مش بصلي لماذا لا اصلي احيان كتير الواحد يشتكي من فكرة انه هو مش عارف ينتظم في الصلاة او مش عارف يستمر في الصلاة او انه في حالة من الفطور يعود يوم واثنين وثلاثة واسبوع واسبوعين او يعني الايام تجرجل بعدها ونلاقي نفسنا مش وقفين بنصلي ولا يعني بنرتاح في الصلاة ولا بنركز في الصلاة فعشان كده النهاردة عايزين نتكلم مع بعض في موضوع لماذا انا لا اصلي كل واحد على مستوى يعني المفروض حياة الصلاة بتنمو فينا بزيادة كلما بنجبر يعني واحنا صغيرين يعلمونا نصلي كل شوية لما بنؤمن بفعالية الصلاة وعمل الصلاة نلاقي نفسنا عملين نزداد ونحب ونشتهي وقت الصلاة وقت خلوتنا مع ربنا قبل ما نشوف احنا لماذا لا نصلي تعالوا نتكلم على اهمية الصلاة في حياتنا اهمية الصلاة في حياتنا اول حاجة طبعا عارفين كلنا ان الصلاة دي وصية الهية يعني رب المجد يسوع نلاقيه وصانا ان احنا نصلي دي وصية الهية صلوا كل حين صلوا بلا انقطاع صلوا بلا ملال وهو نفسه كان يبزل مجهودا ووقتا في الصلاة رب المجد يسوع عشان يعلمنا ان احنا نصلي وعشان يورينا ازاي نصلي وعشان هو طبيعة اتصاله بالله الاب كاله متجسد وكنوم الكلمة طبيعا ان هو يمارس عمل الصلاة ويمارس فعل الصلاة فاول حاجة الصلاة مهمة لانها وصية الهية لو هي مش مهمة ما كانش ربنا يقولك صلي ما كانش ربنا يقولك تعالوا الي ما كانش ربنا يقولك هلومنا تحجج يقول الرب والامثلة بتاعت الصلاة في الكتاب المقدس يعني مليانة على اخيره في صلاة نحمية وفي صلاة دانيال وهنعر نستشهد بيهم كمان شوية وصلاة حزقية الملك حتى يونان لما كان متدايق صلى وإليه إلى اخيره اشعية وارمية كلام مع الله وموسى كلهم كانوا يتكلموا مع الله بحرية وبصلاة عظيمة هما متدايقين وهما فرحانين وهما بيسبحوا ربنا وهما في الجب وهما في عمق الضيق زي إليه زي يونان يعني كانوا بيعبروا عن فرحهم أو غضبهم أو ضقهم أو ارتياحهم أو تنشدهم وتسبحهم دايما بالصلاة وبالكلام مع ربنا واحد هي وصية إلهية لو هي مش مهمة ما كانش ربنا يقولك صلي كل حين نمر اتنين الصلاة اتصال دائم بربنا الصلاة اتصال دائم بربنا أحيان كتير قوي لما واحد يجي لي مثلا عيبونا متوتر على طول أو أنا واقع في خطية متكررة مش عارفة بطلة على طول بينك وسين الواحد يعرف أني مفيش صلاة منتظمة أنت ما بتصليش ما أنت لو بتصلي هتبقى ليه متوتر كل التوتر دوت لو جواك حياة صلاة منتظمة وفعل صلاة قوي هتتوتى تبقى متوتر ليه وتبقى مليان اتراب ليه فإذا أهمية الصلاة إنها بتخلينا دايما متصلين بربنا كأن أنت مع ربنا كده هوت هوتلاين عارفين أنتوا فكرة الهوتلاين تكلم نمره شورت نمبر كده رقم قليل تلاقي نفسك إيه متصل بربنا وعمال تتكلم وعمال تاخد وتدي معاك وطبعا بتاخد استجابة ده هنتكلم عليه لكن أنت تبقى متصل بربنا دي غنى عظيم جدا أنك تكون دائما متصل بربنا دي قوة عظيمة إزاي الإنسان يستغنى عنها إزاي الإنسان يبقى عنده إمكانية أنه يكون متصل بالإله القادير الرب القوي القادر وفي نفس الوقت ما يستغلش هذه القوة وهذه الإمكانية واحد هي وصية إلهية هو عيزنا نصليله هو بيحب أن نحن نقف قدامه هو عارف أن نحن لما نصلي مشاكل كتير من عندنا هتتحل عشان كده قالك صله كل حين وكمان لأنها سبب اتصلنا بربنا الإنسان اللي ما بيصليش الحقيقة يفقد اتصاله بربنا ومنها بيفقد حاجات كتير قوي هنقولها حالا مثلا القوة مثلا القوة الصلاة تعطي للإنسان قوة عظيمة يعني مثلا لما نشوف دانيال دانيال كان إنسان مصل دانيال كان إنسان الحقيقة متمسك جدا بالنموس ومتمسك جدا بالوصية ومتمسك جدا بالطهار فكان دايما كل يوم لازم تلاتي تلات مرات يصلي ونلاقي إن الصلاة زي ما كانت سبب في إن هو يرموه في الجب كانت هي أكبر سبب إن هو ينجو من جب الأسود ويحيا حياة يعني كلها قوة ونصرة ولما خارج من الجب كده يقول أيها الملك عيش إلى الأبد إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود وهو في قوة أكتر من كده فإذن الصلاة لأنها سبب اتصالنا بربنا هي مصدر قوة عظيمة جدا ضد الشيطان وضد مكايد إبليس وضد الشر اللي حوالينا قوة كأنك بتعمل عضلات كده أو كأنك بتاخد فيتامينات ويجي الشيطان تزقه بعين عنك كأن حرب الشيطان لما تيجي كأنك ماسك سيف كده وبتحارب الشيطان وتهزمه فهنا قوة الصلاة قوة عظيمة جدا 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 أوعى تفتقدها بتأخذ قوة روحية تتغلب بها على الشيطان وعلى حروبه وعلى كل المكايد العديو كل هذا الكلام فإذن إحنا هنا واحد وصية إلهية أوعى ما تصليش هو عايزك تصليله هو عايزك توقف قدامه وترفع إيدك وتقوله يا رب نجيني يا رب ارفع عني يا رب استر علي نمرة اتنين هي أهم اتصال بينك وبين ربنا لما بنوقف صلا بنقطع الحبل اللي وصلنا بربنا نمرة تلاتة قوة عظيمة جدا نمرة اربعة هي طاقة كتير ناس يقول أنا مش مستحمل أنا مش قادر أزبر أنا مش قادر أنا 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 عارفين لما تكون البطارية فضية بتاعة التليفون بتاعك فتيجي تتكلم تلاقي الشبكة مش مزبوطة أو تلاقي الشاشة مش شغالة وكل ما البطارية تفضع تلاقي الصوت بيقل وتلاقي العملية كده مش ماشية خالص إنه لما تكون البطارية مشحونة كويس بس الحقيقة مليانة طاقة يعني تلاقي كل حاجة شغالة كويس تلاقي فيه إيجابية في الحياة تلاقي فيه طاقة عارف أتعامل مع الشخصيات الصعبة عارف أتعامل مع الظروف الصعبة عارف أقول حاضر عارف أنحني عارف أخضع ليه؟ لأني أنا بصلي أنا واخد طاقة إيجابية تديني صبر وتديني احتمال وتديني حكمة وتديني إرشاد فإذن الصلاة تعطيك هذه الطاقة اللي إحنا محتاجينها نتعامل مع الناس اللي حوالين فيه شر حوالين فيه شخصيات صعبة كل يوم بنقابلها في بيوتنا ممكن وفي أشغالنا وفي أعمالنا وحتى في كنايسنا وفي خدماتنا نجيب منين طاقة يا رب؟ نجيب منين طاقة للناس الصعبة دي فإذن إحنا زي ما محتاجين هو على نفسنا وهو ضد الشيطان وهو ضد مكايد إبليس وهو ضد الشهوة اللي جوانا الحقيقة أنا كمان محتاج طاقة إيجابية ودي أنا هاخدها دايما بوقفة صلاة منتظمة الوصية الإلهية صالوا كل حين خلي بالك أن الصلاة هي اتصالك بربنا هي قوة بتأخذها هي طاقة إيجابية أنت بتستحوز عليها كمان الصلاة الحقيقة بتعلمنا سكك ربنا ومفاهيم ربنا وطرق ربنا عارفين آية كده جميلة في سفر أرمية في الإصحاح التاني يقول ربنا على لسان أرمية يقول له لو كانوا لو وقفوا في مجلسي لو وقفوا في مجلسي لكانوا عرفوا شعبي بكلامي وردوهم عن طرقهم الرضي تاني لو وقفوا في مجلسي لعرفوا كلامي وردوا شعبي عن طرقهم الرضي إذن انت وقفتك في مجلس الله كلمة وقفوا في مجلسي دي عاملة زي الملك زمان لما كان يقعد على العرش والناس تيجي تبقى في مجلس الملك وفي حضور الملك فربنا يقول له أرمية كده يقول له لو وقفوا في مجلسي لعرفوا كلامي وردوا شعبي عن طرقهم الرضيقة فإذن إحنا هنا وقفتنا أمام الله بتعرفنا كلام الله لأن الصلاة هي عمل إحنا بنناجي ربنا وربنا كمان بيبعث لنا لو ما كانش ربنا بيبعث لنا عزة وصلاة وقوة وحكمة وإرشاد ومشورة وطاقة إيجابية واحتمال وصبر الحياة كنا صلنا مرة واثنين وعشرة وما أخدناش أي نتيجة فما كناش كملنا صلاة لكن عشان إحنا طبعا حتما وأكيد الصلاة بتعمل فينا فالصلاة بتعرفنا كلام الله بتعرفنا أقول يا أبونا لما بنفتح الإنجيل بنعرف أيوة بس لما تصلي قبل ما تقرى الإنجيل هتعرف أكتر وأكتر وأكتر وتختبر المعرفة الروحية صلوات المزامير المتكررة ببلا شك الإنسان لما بيقعد يصلي صلاة المزامير لما يتزنق في موقف يلاقي الآية بتيجي قدامه يلاقي كده خشة الرب الزكية تنير العينين عن بعد تلاقي الساكن في عون العلي يتلاقي في بعض كلمات الله ووعود وتعاهداته لينا تيجي قدام عين الواحد لأنك كنت بتصلي بيها وكنت بتقرارها في صلاة فالصلاة بتعرفنا بتعرفنا كلام ربنا فقير قوي الإنسان اللي يبقى مش مختبر حياة الصلاة ولا عمل الصلاة في حياته إنسان فقير فعلا يبقى هو ده اللي بيلعب في التراب يبقى هو ده اللي قدامه كنز كبير قوي لما يقف بس كده قدام ربنا يا أخو يا ما ناس تشتكي من صعاب وناس تشتكي من حاجات صعبة ومن ألم ومن 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 ويعني حاجات صعبة قوي لكن الحقيقة أكتر حاجة أكتر حاجة تخلي الإنسان يكتسب طاقة هي الصلاة الصلاة وصية إلهية الصلاة هي اتصالك بربنا اوعى تقطع الحبل اللي بيوصلك بربنا مهما كان حالك فرحان صلي متدايق تصلي وإنت عندك طاقة شكر تصلي وإنت عندك تزمر صلي وإنت تعبان من الناس تصلي وإنت تعبان من نفسك ومن الشيطان ومن خطياتك أقف وصلي وإنت حيران تصلي وإنت تعبان تصلي وإنت مرتاح تصلي لأنه هو ده اتصالك بربنا قلنا كمان الصلاة قوة عظيمة قوة على الشيطان قوة على نفسك قوة على شهوتك قوة على غلبة الخطيئة لما تقف قدام ربنا كده بإيمان وتقول يا رب قويني أنت صخرة خلاصي الديني طاقة يا رب الديني معونة الديني قدرة هيديك هيديك بكل بكل تأكيد وبلا شك هيديك قلنا كمان الصلاة هي مصدر تعزية الصلاة هي مصدر قوة وصبر ورجاء وحط كلام كتير قوي يديك طاقة إيجابية على الناس الصعبة وتحمل ظروف الحياة والمشاكل والجو الصعب اللي حوالينا ده كل وقلنا أهم كل شيء الحقيقة الصلاة دي اللي بتعرفك سكة ربنا وبتعرفك كلام ربنا يخليك تعرف تفتكر وتعرف تتكلم وفتكر الآية اللي ربنا قالها قول جميل جدا عدد كده موجود في سفر أرمير صاحة تاني لو وقفوا في مجلسي حس ان ربنا كان بيقولها يعني الحقيقة هو ايه بتمني كده ياريتهم كانوا وقفوا قدامي كانوا عرفوا كلامي وأخبروا شعبي وأخبروا شعبي وعرفوا شعبي بالكلامي ورجعوا أرجعوهم يعني وتوبوهم عن طرقهم الردي مدرسة الصلاة في كنيستنا الأبطي عظيمة مدرسة الصلاة في كنيستنا الأبطي عظيمة جدا 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 يعني الحقيقة ما عندناش قديسين إلا أو كانوا الناس دي كانت عظيمة أوي في الصلاة هتولي قديس في كنيستنا ما كانش مختبر عمل الصلاة وطبعا هنا مش بتكلم على صلوات ليتورجية فقط إنما أنا بتكلم بالأكتر على صلواتنا الخاصة أمام ربنا يعني ما حدش قولي يا ابونا ما أنا بروح أصلي القداس كل يوم جمعة بصلي القداس كل يوم حد أنا أجاستي يوم السبت بروح أصلي لا لا صلاتك في مخدعك صلاتك في بيتك مؤشر عظيم لنمو الصلاة فيك فأنا هنا مش بتكلم على إنك تروح تصلي مرة في الأسبوع لا ده أنا عايزك تكون بتصلي كل يوم مرة واثنين وثلاثة وقلبك مرفوع لربنا في مشاكلك وفي ضيقك وفي تعبيرك عن احتياجاتك كل هذا الكلام زي ما نشوف في التدريبات اللي ناخدها في الآخر فإذا هنا أنا بتكلم على ناس بتحب الصلاة وعايزة تصلي وحسب قمة الصلاة فتحط قدام عينيها القدسين العظام القطار قوي في كنيستنا اللي مالهمش عادة عارفين النهاردة في السنكسار 27 من الشهر الأبتي الحقيقة تسكار نسميه شهيد الكنيستين وده كان إنسان يحنى ابن الأبح في عهد أحد الولاء الفاطميين المستنصر بالله الفاطمي وده كان وزير طقي جدا وكان الحقيقة إنسان أمين وكان ساعتها الوالي الفاطمي كان عامله وزير ماسك كله كرة مصر من أمانته المشهود ليها وكان يصق فيه المهم طبعا زي دانيال كده الأمر ما يسلمش من الوشاية ومن الخيانة ومن كل هذا الكلام فواشه بيه لده الوالي وربنا نجاه ولما ربنا نجاه الوالي حس إنه هو ظلمه وجاء عليه قال له قولي قولي يا يوحنى أنا يعني الحقيقة كسفتك وأحرقتك وجيت عليك قولي تطلب مني إيه من قدسة هذا القديس وسرته الروحانية العالية قال للوالي قال له بص يا مولانا الوالي أنا الحقيقة نفسي أجدد أو أبني كنيسة جنب بيتي أصلي فيها أنا وأريبي وجراني قال له ماله وكان ساكن طبعا في مصر الأديمة حاليا نسميها مصر الأديمة وكان هناك كنيسة أبو سرجة وقديسة بربارة كنيستين وكانوا مهدمين فالحقيقة لأن طبعا الوالي اداله المالي الكفاية راح قديسة محنى من محبته للصلاة ومحبته للكنيسة راح بنى الكنيستين من تاني فطبعا برضو الأمر ميخلاش من الوشاية ومن الشر ومن الخيانة فرح قالوله شفت أنت قلت له على كنيسة واحدة ده راح بنى اتنين فالوالي جابه قال أنه قلت له على كنيسة اتنين لا كتير اتنين أنت بنفسك اختار واحدة تصلي فيها وتهدم التانية وكان الأمر صعب جدا على يوحنى وأكيد حول في إقناع الوالي لكن أنتم عارفين في التاريخ الناس دي كانت قصية ازاي وكانت جابابرة ازاي وكانت جاي على الكنيسة ازاي المهم فرح كده هو اتبعت معه جنود وعمال وعدة عشان يهدموا كنيسة من الاتنين وبقى قديس يوحنى ابن الأباح دوت كده هو تيروح كنيسة دي بص عليها تصعب عليه هاهدم كنيسة أنا قرر أن أنا أهدم كنيسة فيروح للتانية يبص عليها ويبص طب نهدم دي ولا نهدم دي ومحتار نروح هنا ولا نروح هنا فدر رايح جاي رايح جاي ما بين دي وما بين دي والعساكر وراه زي ما السنكسار بيحكي لنا وبعدين في وسط كده الطريق تعب وقال لهم الدوني الدوني بقى مية ومن كتر التعب والضيق وكان صايم عشان ربنا يرشده راح تنيح لما الخبر وصل للوالي صعب عليه جدا 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 لأنه كان بيحبه وكان إنسان مشهود له بالأمانة فقال خلاص نسيب الكنيستين بسبب محبة هذا الإنسان اللي إحنا في نظرنا ده إنسان قديس مدرسة الصلاة في قديسيننا الأقباط في مصر وكل القديسين المحبين للمسيح في كل الكنيس مدرسة عظيمة جدا كلهم ناس عشقوا الصلاة وفضلوا يصلوا كل أيام حياتهم فإذن لو أنت عايز تسلك مسلك القديسين مش قصدي إنك تكون بتعمل معجزات ولا قصدي إن أنت تكون بتشفي مرضى وتخرج شياطين مش هي دي قصدي في سيرة القديس بس على قل تعيش منتصر على قل تعيش فرحان على قل تعيش وإنت حاسس إن الناس مش غلباك ولا إن الخطيئة غلباك ولا إن الظروف أقوى منك يبقى اختبر عمل الصلاة في حياتك إحنا الحقيقة يا أحبائي ما ينفعش إن إحنا نحيا بلا صلاة إحنا حياتنا في معرفة طالة وفي اختبار قبل ما نروح فاصل أقول لكم أن الصلاة هي اختبار الحب الإلهي الصلاة هنشوف كمان شوية كده بعد الفاصل هي مفتاح لحاجات كتير قوي الرجاء والصبر والسلام والهدوء والطمأنينة ولكن الأهم والأكبر إن أنت بتختبر الحب الإلهي وإنت واقف تصلي تشعر بأنك معزول عن العالم تشعر إن حتى مشاكلك أنت ما بقتش بتصلي عشانها تشعر إنك واقف بتناجي إلهك وخالقك واللي بيحبك وعايز يسمعك وفرحان بوافتك قدامه ومتمني إنك ما تمشيش من مجلسه أبدا تصدقني دي أمنية ربنا إن إحنا هو لم يقول لك صلوا بلا انقطاع طيب دي معناها إيه؟ إن أنا عايزك تفضل واقف قدامي عايزك تعبر لي عن غضبك ومشاكلك وضيقك وتزمرك وشكرك وفرحك وتشكرني وفي نفسها تقولي أنا متدايق وتعباني بعتلي قوة يبعتلك ومش هيبخل عليك مهما كان حالك ومهما كانت خطيطك فإذن الصلاة هي اختبار بالأولى للحب الإلهي لأنه هو بيت ولد جوانا الحب بلك لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبكم بالروح الكدس بنشوفها إمتى دي؟ بنشوفها لما نقف نصلي بانتظام وباستمرار إحنا ما ينفعش نعيش من غير صلاة تبقى حياتنا مرة تبقى حياتنا بلا طاقة تبقى حياتنا فيها استنزاف ليه؟ لأن أروحنا ضعيفة أروحنا مش متصلة بمصدر قوتنا افتكر الصلاة هي وصية إلهي افتكر إن الصلاة مصدر التعزية والطاقة الإيجابية افتكر إن الصلاة قوة عظيمة افتكر إن الصلاة إحنا بنعرف فيها ربنا افتكر إن كل القدسين اللي حوالينا مشوا في هذه النصرة وهذه الغلبة بحياة صلاة منتظمة ومستمرة كانوا بيحبوا إن هم يوقفوا يصلوا هناخد فاصل ونرجع نكمل ونشوف عايزين نحب إن احنا كمان نصلي ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بيكم ودلوقتي نجاوب بقى على السؤال الأساسي بتاعنا بعد ما عرفنا أهمية الصلاة في حياتنا وإن دي وصية إلهية ورغبة إلهية عايزين دايما نفتكر دي هو ربنا عايزنا نقف قدامه من محبته مش عشان يفرط سلطته ولا عشان إن هو يبقى هو الإله المتسلط القوي الجبار لا إطلاقا هو بيحب بيحب إن كل واحد فينا على حدة يقف قدامه وإن احنا مش بنتكلم على صلوات لتورجية جماعية فقط لا إحنا بنتكلم بالأولى على وقفة صلاة في البيت نجبر ونكبر ولادنا على كده إن إحنا نقف ونمسك أجبيتنا نصلي مزامير نصلي ارتجالي نقول تحت التسبحة نقول ترتيلة بنحبها لكن لازم ولابد إن إحنا نصلي نواصية إلهية هو ده اتصلنا بربنا مصدر الطاقة مصدر القوة مصدر المعونة مصدر الحكمة مصدر معرفتنا بربنا فتكروا لما قال لو وقفوا في مجلسي لعرفوا كلامي وأخبروا شعبي وردوهم عن طرقهم الرديئة طيب إحنا ليه بقى مش بنصلي ليه ساعات أحياتنا أحياتنا في الصلاة طلع نازلة كده ما هيش دايما مستمر أول سبب حرب الشيطان الشيطان لو تفتكروا كده اضطرد من أمام وجه الله لما تقبر وطبعا تقبر وعاند وأرفع كراسية أمام أرفع كراسية على كراسي الله قال لك أنا يعني عايزة أبقى أعلى من ربنا ودخل في حرب ما بتنتهيش وميخائيل رئيس الملايكة قال له من مثل الله من كالله ميخائيل معناها ميخائيل قوة الله وساعات نقول كده من مثل الله أو من قال الله في قوته وفي جبروت وقف كده لسطان أقيل وقال له كده من قال الله مين ده اللي زي ربنا مين زي ربنا في قوته وبالتالي أن الشيطان هو كمان عارف قوي أن احنا كل مرة هنقف قدام ربنا هناخد قوة وهناخد حكمة وهناخد بركة وهناخد إرشاد فوقفتك قدام ربنا دي ترعب الشيطان وقفتك قدام ربنا ترعب الشيطان تخيل كده هو مثلا أنت عامل زي الفيروس زي فيروس كورونا كده تخيل يعني وبعدين عرفت أنك راح للدكتور قل لك أبا لأ سخنوا لأ خليه يتعب ما تخليوش راح للدكتور ليه أصلا راح للدكتور معناه أن الفيروس هيموت معناه أن محبتنا للشر هتقل معناه أن احنا هننتصر على الخطية كل دي حاجات الشيطان يترعب منها وبالتالي أكبر حرب تخليك ما تصليش أن الشيطان يمنعك عن الصلاة بشوية طرق كده أهمها التشكك في فعالية الصلاة يعني أحيان كتير قوي مشاكل تجلنا وبعدين نقول مثلا بنتكلم طيب موضوع ده محتاج أن احنا نصلي له تعالوا نصوم نصلي تلات يام قال لك أبونا ماشي ماشي هنصلي بس قلنا نعمل إيه ما احنا هنصلي لأ هنعمل إيه يعني احنا هنعمل إيه بقدينا أيها يا حبيبي قبل ما نعمل نصلي فيعتبروا أن كلامنا ده خيابة أو يعتبروا أن الصلاة ده مش عمل ما أني عمل الصلاة دوت نقل الجبل يعني لما احنا جوم كده في تاريخنا هنا الكنيسة الإبطية وراحوا للبطرق قالوا له بص انقل الجبل قالوا نعم انقل الجبل مش أنتوا بتقولوا في الإنجيل كده لكم كان لكم يامل مثل حبة الغرب اللي كلون هزي الجبل عن ينتقل من هو فينتقل انقل قلنا الجبل عمل إيه البطرق عمل إيه غير أنه هو صام وصلى عملش حاجة غير أنه هو عمل في أصل إيه اللي ينقل الجبل فيش حاجة تنقل الجبل فيش أي قوة على الأرض على وجه الأرض تنقل الجبل حتى في عصرنا الحال نقعد نهد فيه سنة واثنين وثلاثة بالدوزرات وبالبطاع إنما ننقله نشيله كده من هنا إلى هنا ما فيش حاجة على الأرض تنقل الجبل ما فيش عمل ينفع يتعامل ينقل الجبل إيه اللي عمل الصلاة فإذا أكبر حرب الشيطاني شككك لما تصلي يعني إيه اللي هيحصل ما انت يا ما صليت وربنا ما سمعش ما انت صليت والمشكلة قدام عينك أهو ما انت صليت لفلان عشان يخف وما خفش ما صليت عشان الراجل اللي مدايقك في الشغل ولسه بدايقك ما صليت عشان خراء خاطر مشاكل بيتك ولسه المشاكل موجودة طب يا أخو يا خلي الصلاة تنفعك فييجي الشيطان عشان يمنعك يمنعك منك تصلي يشككك في عمل الصلاة ولادي ابني حيران محيرني ابني تعبان ابني بعيد عن ربنا ابني يا ما صليت وربنا ما عملش حاجة فشيطان يجي اسمعك كلمتين دول يقولك آه دي عمل الصلاة اللابون عمل يقولك عليه هم بس عم يقولك صلي 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 لكن الحقيقة الصلاة محتاجة صبر وإيمان الصلاة محتاجة صبر وإيمان عشان لما الشيطان يجي الشيطان يقوله لا أنا إلهي عارف بيعمل ايه إلهي بس بيحتاج ساعة وقت عشان عمل الصلاة يشتغل مش يشتغل يعني يتنفس في وقت معين لا هو قريدي بيناميني وفعلا هو بيديني صبر وبيديني طاقة أحيانا السلاة تغير في تقبلي للأوضاع مش شرط السلاة طيب أنا بصلي لحاجة معينة عشان تحصل ممكن السلاة تغير في فكرك أنت في تقبلك للوضع عارفين القديسة مونيكا مثلا قعدت تصلي سنين طويلة لابنها لابنها كان إنسان بعيد تماما عن ربنا ملحد وعايش في سكر وعايش في زنة وعايش حاجات صعبة قوي اللي هو القديس أغسطينوس إيه يا بونا استنى بس أنت هو أنت بتقول لنا على قديس وعلى إنسان ملحد وعايش في زنة وسكره هقول لك آه هو هو نفس الشخص بسبب دموع القديسة مونيكا لسنين ربنا افتقد ابنها أغسطينوس ونسميه ابن الدموع لأن الدموع أمه هللي أنقذته من الهلاك وصار أقديس أغسطينوس اللي أمتعنا بكتبات وبعزات عن عزمة الله ومحبة الله وحكمة الله ده بعمل الصلاة وده بالصبر في الصلاة فإذن اوعى الشيطان يحربك بالتشكك في عمل الصلاة مهما عدى الوقت ومهما كانت الظروف سبتة قدامك مش ممكن يا أحبائي نكون بنكلم ربنا وربنا يسد ودانه مش ممكن يما هيدينا سلام وطاقة واحتمال إلى حين أنه هو يعمل عمل ما أو يجي برد تعبنا ويعزينا ويقولك أنا عايز هذا الوضع أنا عايز هذا المصمار أنا عايز هذا الصليب أو هذه الشوكة في حياتك وسعيتها هيديك الطاقة وتكون معجزة أنك عايش بهذا الصليب أو عايش بهذه الشوكة لكن في كل الأحوال اوعى تتشكك في عمل الصلاة أو تتشكك في أن الله لا يستجيم أو أنك تتشكك في أن الله لا ينظر إليك ولا يزغي إليك حتماً الله يسمع صراخ كل من يقف أمامه ويستجيب في الأوان اللي ربنا شايفه وبالطريقة اللي ربنا شايفه أو هيدي لك الطاقة والاحتمال أنك تحتمل ما تكتاز به لكن لا تتشكك أبداً في عمل الصلاة أو في الاستجابة تاني حرب الشيطاني حربنا بيها بقى هي مجموعة من الحروب هنقولهم كده مع بعض زي الملل زي الضجر زي الإنشغال زي الكسل زي التأجيل وطبعاً دفخ عظيم لأن الإنسان بيأجل يوم واثنين واثنين وثلاثة يلاقي نفسه بقى عامل زي الورقة كده الضعيفة اللي مش عارفة تصمد قصاد الريح كل ده بسبب مرة واحدة هقولك أه بسبب مرة واحدة يعني إيه؟ يعني مثلاً تروح لأب اعترافك ويقولك حبيبي أنت محتاج صلة أكتر شوية زي ما تروح للدكتور وقولك يا حبيبي أنت محتاج شوية فيتامينات أنت ضعيف قصاد المايكروبات أنت ضعيف قصاد الشر أنت ضعيف قصاد الخطيئ طب نعمل إيه دي يا بونا ناخد فيتامينات إيه؟ هقولك مفيش غير فيتامينات صاد إيه فيتامينات صاد ده؟ قنبى موسى حبيبي ربنا ادي له الصحة وطورة العمر يقول لنا عليه فيتامينا صاد صوم وصلا وصدق وناخده إزاي فيتامينا صاد ده يا بونا ما عندناش غير فيتامينا صاد نحن نقف ونركع ونصلي ونرحمنا قوينا حفظنا من الشر حفظني يا رب لأين عليك توكلت لتكون عينك يا رب مفتوحتان ومصغيتان كل هذا الكلام فالحقيقة حرب الانشغال أو الكسل أو التأجيل يعني كلنا بنأكل كل يوم وكلنا بنعمل حاجات ملهاش أي لازمة وكلنا الوقت بيروح من إيدينا ده إحنا النهار ده في الأيامنا دي لو قفلنا بس تليفوننا ساعة ساعتين في اليوم لا تتخيلوا نلاقي إن في حاجات كتيرة أبا ممكن نعملها لو قفنا من قدام التلفزيون شوية هنلاقي إن في حاجات كتيرة ممكن تتعامل نفتح الإنجيل ونقرأ ونصلي قابليه ونصلي بعديه ونقول له اذكرنا وارحمنا وارفع عنا اوعى تكون مشغول درجة إنك تنزل الصبح ونغير ما تصلي وبرضه ما حبش قوي فكرة لا لا ده أنا وانا عالسلم بقول أبنا لازم وانا قدام الباب كده بسم الله أبو لابنا اللهم اجعلنا بصحي يا ربي باركنا لا 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 أنا مش قصدي كده خالص الناس دي تقف كده ساق دقيقة هدوء دقيقة بس كده دقيقتين هدوء وتستوعب كده إنك واقف أمام الله بخشوع وترشم الصليب وتقول مزمور واثنين وتلاتة ويا سلام اللي فيك وشاطر ما ينزلش غير ما يصلي باكر وقت الظهر يعرف يصلي والغروب والنوم وبالليل ويا سلام بقى إنسان اللي يقلق بالليل فبدل ما يصحى يقعد يتفرج على التلفزيون أو يقعد يعمل حاجة يركع كده ويمسك مزمير صلاة النوم ويصلي ويقول كومو يا بني النور إنه سبح رب الكوات فكل نداء جوال للنعمة وكل نداء جوال الصلاة هو يلبيه بإيجابية حتى لو ما نامش كويس حتى لو جي في يوم اليوم وغفل كده في نص اليوم من كتر التعب وماله وماله ما فيش مشكلة ما إحنا ياما بنصهر وسط حاجات فرغة وياما نصهر في تهريج وتفاهة وحاجات يعني تضر أكتر ما هي هاتفيد مش بس سبت لكن قاوم الكسل قاوم التأجيل قاوم الانشغال لأن دي مصدر قوتك فتكر إن الشيطان مش عايزك تقف قدام الوقفة ديت حرب كمان نتكلم عليها حرب الغضب من ربنا إيه يا أبونا إيه إيه الكلام ده وفي حد يخدم من ربنا يقول لك آه طبعا طبعا لما ربنا ياخد منك حاجة أنت كنت عايزة لما ربنا يمنع عنك حاجة أنت كنت تفاكر إن فيه لها خير لما تلاقي الظروف حواليك أكبر منك أو تحس إن المشاكل بتكبر حواليك كل دي حاجات تخليك تبقى وقف كده قدام ربنا تقول لي يا رب اللي بتحمله ده حتى الكلام ده قرمي يقوله الأنبياء الكبار قالوه أبرة أنت يا رب من أن أخاصمك أو أعاتبك لماذا تنجح طريق الأشرار ساعات إحنا من ضعفنا زي في مزمور كده هو 72 و 73 الحقيقة أساف يعني يعبر كده أنا غيرت غيرت من الأشرار وغيرت من طرقهم طرقهم مسالك وسالك وإحنا يا رب اللي طرقنا مع أقربة وقفة ده كلام ده فالغضب لما يجبر قدام ربنا وفي تزمر تلاقي نفسك مش عايز تصلي ها صلي يقول إيه أنا غضبان أنا متدايق وساعتها بيبقى الواحد حط المشاكل ما بينه ما بين ربنا بدل ما يحط ربنا بينه ما بين المشاكل زي ما البابا شنود علمنا الله ينيح نفسه علمنا كتير في قوة الصلاة وفعلها ويا ما كلمنا ويا ما شفناه في مشاكل كبيرة جدا 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 يعمل إيه يصل يروح واخد حكته كده من الكاتدرائية وطالع على الدير وقولك قصت البابا في اعتكار وكانت الناس تفتكر ان البابا شنودة بيعتكف كده غضبا من الناس أو غضبا من الوضع لأ ده هو بيقول كده جوه نفسه مفيش غير ان أنا أقف قدام ربنا وطلع طاقة الغضب اللي جوايا أو ضيقي أو أحط قدامه المشاكل فبدل ما بقت المشاكل ما بيني وما بين ربنا لأ ده أنا جبت ربنا وحطيته قدامي كده وقفت قدامه وقلت له يا رب قادي المشاكل اللي وراك قادي المشاكل اللي قدامي انت بقى تتصرف ونلاقيه بعد كده خارج في عزة مبتسم ومليان سلام ومليان رجاء والغريب ان احنا كنا نلاقي ان المشاكل بتتحل فإذا يا أحبائي اوعى المشاكل تكبر في عينيك تبقى أكبر من قوة ربنا ومن عمله اوعى المشاكل تكون حيطة سد تفصل ما بينك وما بين ربنا ده حرب من الشيطان لكن المشاكل طبيعي تكون موجودة ده الوجه الآخر من العالم ده الوجه الآخر من العالم اللي احنا عايزين نفضل ننبسط فيه لا هو هو العالم اللي مليان مشاكل لكن بنحط مشاكلنا أمام الله في صلاتنا عارفين حكايتنا حمية زي كانت مليانة طاقة إيجابية وصلاته في الإصحاح الأولاني كانت مفتاح للسفر كله وتغلبه على كل المشاكل اوعى الشيطان يشككك في الصلاة اوعى الشيطان يخليك تكسل أو تأجل أو تنشغل اوعى الشيطان يخلي المشاكل في عينيك أكبر من قوة ربنا إنما بنقف قدامه ونقوله يا رب يا رب ارفع عننا هناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا تدريبات لاستمرار والانتظام في الصلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لسه شاي الزكرة يا البخور والشرية والمسبح حياتنا والشموع نورية مهنة ومأيكوناتنا والجسد والدم من الناول والسباتنا في المسيح ونبشار له عشان نمات احنا من غيرك ونعرفش احنا بيك والسوالي تعطيك في بعادك سنين يكن ستنا يا غالية ايه بعد نعطيك كلنا جايين نقول لك مشتقي فرحة القلب اللي هي واحنا عايشة بين ايديك لو نقدم لك هدية رحنا ما تغلاش عليكي جوا حضنك كنا بنعيش احلا عيين بس غاب احساس ومحنا هناك بعيين والحديد يوم بعد يوم امبالي يزيد نلعاش كواكي صعبك والنسين احنا من غيرك ونعرفش احنا بيك والسوالي تعطيك في بعادك سنين يكن ستنا يا غالية ايه بعد نعطيك كلنا جايين نقول لك مشتقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما تغدميها كل درس وكل آيه كل لحظة قد فيها كنت فيها اكيد معايا كل ايد بمساعدة امر خير مدتيها كل خدمة مع الكرار كل تفاصيل جوة منك مش نسيها مهما هحكي عليك يا عمري ما قولك فايا احنا من غيرك ما نعرفش احنا مين والسوالي تعدك في بعادك سنين يا كنسدنا يا الغالية ايه بعيدنا عملي كلنا جاين نقولك مش تاين اشتركوا في القناة اهلا بكم وبنكمل كلامنا عن لماذا لا اصلي قلنا الصلاة مهمة قلنا الصلاة وصية الهية ورغبة الهية ان احنا نقف قدام ربنا مصدر طاقة مصدر قوة مصدر معرفة لربنا وقلنا الشيطان حربه عنيفة جدا علشان نبطل صلاة خليكوا فاهمين كده حربه عنيفة جدا قلنا ان هو يشككك في عمل الصلاة في فعالية الصلاة يشككك في استجابة ربنا ليك يشككك في هل هو ربنا بيسمعك وكمان ان المشاكل تبقى اكبر مننا كمان عشان مش بنوعف نصلي ساعتنا بقى حسنا ان الصلاة اكبار الصلاة الى اخر جلنا سؤال عن ازاي اصلي انسان بسيط يقول انا مش متعلم وازاي اصلي واكلم ربنا وعندي محاربات كثيرة الحقيقة سؤال جميل يكفي الرغبة في الصلاة يكفي ان الواحد عايز يصلي الصلاة مش محتاجة شهادات الصلاة مش محتاجة يعني الناس فلاسفة عشان يصلوا ده كلمة يا رب من قلب بالنسبة لربنا حاجة جميلة خالص ازاي كلنا عارفين قصة العشار اللي وقف وخبت على صدره قال اللهم ارحمني انا الخاطئ كانت صلاته مقبولة احسن من الفريسي اللي عارف وفاهمه وبيعشر وبيتفه وراحنا قلت اللي حط قد كده في الخزنة في الهيكل لكن واحد من قلبه مش مهم تكون متعلم النهار ده احنا عندنا نعرف نسمع مزامير والانجيل مسموع قدامنا نعرف نسمع التذبحة نعرف نحفظ حاجات زي كده هو لكن كلمة ربنا الحقيقة مش محتاجة كتير والمحاربات نحطها في الصلاة محاربات حاجتين نتوب عنها نروح لأب اعترفنا ونقعد ونعترف الصلاة مرتبطة قوي بالصوم ومرتبطة اكتر كمان بالتوبة فالروح التايبة الإنسان التايب يعرف يصلي اكتر يعرف يخش الى مخدعه ويدخل الى عماق الله لانه تايب الخطية مش فصلة وعارف يكسر نفسه امام الله ويكسر ذاته وعارف حجمه وبالتالي هو مع كل دوة الحقيقة هو هيكون اكسر عمقا للصلاة معانا تليفون انجيل اهلا بيك يا انجيل ازاك يا اطف اهلا بيك اهلا بيك تفضلي اه انا بكل مبدأ اصلي انا بغضل من زمان وبعمل كل حاجة يعني بروح الكنيسة والداتات وكله بس كل مبدأ بصلي بحسلي مشاكل كتير وببطل تاني يعني معرفش باستمر فكري نفسك يا انجيل باحتياجك للصلاة لو الواحد عطشان يروح يجيب مياه واشرق بعد شوية يقول ده انا بقلي ساعتين تلاتة مشربتش مياه وريق نيش فروح واشرق وهكذا ما يهمكيش انك بتخدمي اكبر اكبر حاجة واكبر خدع الشيطان يخدع حالنا ان احنا نكون موجودين جوه الكنيسة فانشطة كتير بس مش بنصل اكبر خدعة بنخدع بيها انفسنا وبعد ما احنا نجبرنا جوه الكنيسة وتعلمنا الخدمة وفرحنا بالخدمة نبقى جوه الكنيسة ومحدش فينا سجد قدام الهكل ولا رشم الصليب ورفع قلبه الربنا قال له يا رب ارحمني انا الخاطئ فاهتمينا بالناس اللي في الكنيسة والخدمة ما ننخدعش ابدا بوجودنا جوه الكنيسة في انشطة وفي حاجات كده هوت كتير لازم يكون فيه قلب مصلي لا يا انجيل كل يوم لازم نصل كل يوم مرة واثنين وثلاث واحد بعد سؤال بيقوله انا مجغول عندي مجغولات كتيرة ايه اكتر من خلاص ايه اهم من انك توفق قدام ربنا ايه اهم من ان انت تاخد قوة وعزة وصبر معشان كده المشاكل بتبقى اكبر مننا فلا يا جماعة المجغولية عمرها ما تكون على ربنا ده ربنا اللي مدينا اليوم ربنا اللي مدينا وقتنا ومدينا ومدينا الطاقة اهلا بك يا عفاف ايوا يا عايزة اقولك اتفضلي عايزة اقولك اتقلبونا انا يعني ما بقراش ما بعرفش اقراش ما بعرفش قدام ربنا ولا كلمه لا مش حجة دي عفاف انا ابونا هو بيكلمك لا مش حجة دي عفاف معلش انعارف ما هو برضو نفسه انا ما بعرفش قارة او كده لا هو في قدام ربنا وكلمي نقوله يا رب احنا بنحبك نقوله يا رب احنا اخفل لنا خطيانا قوله يا رب اسطر علينا قوله يا رب احنا محتاجين منك واحد واثنين وثلاثة قوله يا رب سترك علينا ادينا قوة ضد الشيطان يا رب زدنا حكمة يا رب ادينا حسن التصرف الصلاة مش محتاجة على فكرة يعني ناس فلسفة ولا ناس متعلمة كتير ده وربنا بيحب القلب البسيط على فكرة يمكن ناس كتيرة بتعرف تقرأ وتكتبه ومؤلفين كبار وكتاب كبار وكل الكلام ده وبرضو مكسلين في الصلاة لا يا عفاف مش حج مش حج واقفي وصلي صبح ودهر وليل وكل منجيلك حولي مخافك لصلاة حولي تلباتك لصلاة حولي اي حرب بنواجهها نحولي على طول صلاة وتلب اهلا بك يا مارس سلام تفضل يا مارس وطي التلفزيون يا مارس عشان نسمعك وتسمعين طيب معلش يا مارس اكلمينا مرة تاني معنا ايمان اهلا بك يا ايمان قابل اياتي اهلا بك تفضلي انا كانت عندي مشكلة والمشكلة حيشاني عن الصلاة لما بدخل في مشكلة ما بقدرش اصلي ببقى حاسة ان انا متعسرة جدا اه تسمحيني اقولك يا خبتك يا ايمان تسمحيني لا يا ايمان كلنا بنغلط نفس الغلطة يا ايمان حطي المشكلة قدام ربنا بلاش ان الشيطان يضحك علينا او نفسنا تخدعنا ونحط المشكلة ان نسببها ونلوم ربنا طب هقولك حاجة افردي ربنا هو اللي حاطت المشكلة دي افتراض يعني يمكن عشان نقرب منه يمكن عشان نحس ان احنا محتاجين له يمكن عشان خاطر خلاص نفسنا فمهما كانت المشاكل كبيرة احنا لازم نقف قدام ربنا وقولي له قولي له يا رب انا تعبت من المشكلة دي قولي له يا رب حل المشكلة دي يا رب تدخل في الموضوع الفلاني بس يبقى عملنا اللي علينا وساعتها تحس ان تفاعلك مع المشكلة بقى احسن من قبل كده فما نخليش حاجة ابدا توقفنا عن الصلاة هقولكو حاجة في التدريبات حتى الخطيئة ارفع علبك بتوبة فوريا ربنا لغاية ما تروح توقف مع اب اعترافك وتقعد معاي وتتناول انما ارفع علبك بتوبة قولي يا رب انا غلطان يا رب سامحني يا رب انا ما اقصدش الغلط او انا اقصد بس انا ضعيف رجلي تزلت من فضلك يا رب اخفلي خطيئتي صلي حتى لما نقف غلط انما ما تخليش ابدا ابدا اي حاجة توقفنا عن الصلاة دي من اهم تدريبات الصلاة نحول مخاوفنا لصلاة نحول اضطرابنا لصلاة نحول التشكك اللي بيحصل لنا ده لصلاة نحول كل مشاكلنا الى صلاة حتى لو احنا عايزين نلوم ربنا وماله هو قلبه حنين وبيسمعنا بس نقوله قبل منينا ضعفنا وفهمنا طريقك ودينا صبر وحكمة الحقيقة من ضمن التدريب اللي احنا لازم ناخدها عشان نتعلم الصلاة ان الصلاة محتاجة صبر وانتظام واستمرار يعني ايه الكلام دوت يعني ناس كتير تصلي يقولك انا صليت ولو مع ربنا عملش حاجة لا اما منتظر الرب فيجددونا قوة ربنا بإيماننا به وبمعرفته وبحكمته هو عنده التوقيتات بتاعته هو عارف التوقيتات الانسب لكل قرار وعارف التوقيتات الحلول ربنا الهنا صالح الهنا عظيم الناس بتعمل شر الناس بتعمل مشاكل الشيطان حوالينا الميديا حوالينا شريرة كل الكلام ده لكن فوزته كل هذا الكلام الهنا صالح قادر ايه نجيك قادر ايه نجيك في الوقت المحدد في الوقت اللي هو شايفه انه هو ده الانسب فخليك واثق في صلاتك ثقة كاملة وحط جواك هذا الرجاء وجدد هذه القوة دائما في داخلك لكن تصبر وتنتظر عمل الصلاة اهلا بيك يا مدم مونا اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك تفضلي انا يا اهلا بصلي وبعرط عرق وكل حاجة بس المبادية اطلبي من الاجبية مش بطلق بطلق حتى لو بصوتها غير بعد فترة وبصلي من غير من غير الاجبية وصلي شلو خارج وغير الاجبية حتى لو فتحتك المزير والفرورية في المنزامين وكده برضو بيك هقولك حاجة يا مدم مونا الصلاة محتاجة تدريج تدرج احنا اتكلمنا قبل كده اعتقد الحلقة اللي فاتت قلنا عن مفهوم التدرج لما كنا بنتكلم عن التسليم قلنا ان كل الفضايل الروحية ومنها عمل الصلاة ومحبة الصلاة بتحتاج مننا تدرج سنة بسنة يعني ماينفعش واحد مش متعود على الاجبية فجأة يروح ماسك المزامير كلها لكن ده برضو حرب فانا انصحك يا مدم مونا لا نسيبها ولا نجبر نفسنا عليها انما نتدرج فيها ساعات ناس نبتدي معاهم صلي جزء من صلاة باكر بعد شهر شهرين لما يحس انه اخذ عليه وبعارفي صليين اقول له صلي جزء تاني صلي نص صلاة باكر صلي صلاة الساعة الثالثة صلي الستة صلي مزمورين بس كفاية وهكذا سنة بسنة الصلاة مش بطولها وبأسرها انما الصلاة بعمقها يعني لان الانجيل نفس يقولك ايه تطيلونا في الكلام او تطيلونا في الصلوات عملين نطول نطول فاكرين دي لا الصلاة بعمقها الصلاة بعمقها انما صلاة المزمير لها قوة عظيمة جدا في تغيير الافكار وفي تغيير النفوس وفي تثبيت الايمان عشان كده البابا كرولوس كان يقول كده من يحفظ المزمير يحتحفظه المزمير وحتى السؤالين اللي جلنا بتوع الناس اللي هم يقولك انا مش بعرف أقرأ نقوله ده الرهبان زمان كتير منهم ما كانوش بيعرفوا يقرؤ وكانوا يجيبوا كده الرهب الكبير يقعد قدامه رهبين تلاتة يقعد كل يوم يقول يقول ورايا ابنة اللي هم التفت الى معناتي يا رب أسرع عني كل يوم يفضل يعيد وزيد لغات ما يحفظ المزمور فالمزمير قوة المزمير قوة عظيمة جدا بتعلم الانسان وتفهمنا سكك الله وصياه وخوفه وتزرعه جوه قلبنا وبتكبر جوانا الحب الإلهي بس محتاجة تدرك محتاجة ان احنا يعني ناخد الموضوع سنة بسنة بتركيز من غير سرحان بالصوت كده منتظم بوقفة جميلة مرة في مرة نلاقي نفسنا أخدنا عليها أهلا بك نرمين ألو ألو سلام أهلا بيك اتفضلي أهلا بيك اتفضلي أنا وعث مشكلة هتصابونة في حريشة ومشكلة بيجي قدام وكل ما بصلي جوزي بتنرشد علي مش بيحث السلخة للسهول ربنا يديك نعمة نصليلك كلنا نرمين يا رب يعني فكها كده قدام عينيكي وصليلها يا نرمين يمكن يعني ساعات احنا بنقعد نحاول في المشاكل بأدينا وباتصالاتنا وبنعرف فلان وبوصايت وبفساد أحيانا وي 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 إلى آخره ويمكن يكون ساعات المحتاج موضوع محتاج توبة ممكن ساعات نكون احنا عمين حاجة غلط هي اللي مسببت لنا المشكلة أو احنا ما احناش واضحين مع نفسنا أو واضحين مع الناس اللي حوالينا أو في خطية تنماع ما خلينا مش حاسين بإيد ربنا لما بنتوب ونذكر الموضوع في صلواتنا أكيد هتتحل بشكل أو بآخر أو هتلاقي ربنا إدانا المنفذ أو إدانا إحنا الطاقة إن إحنا نحتمل وتبقى المشكلة دي سبب بركة لنا أنا مش عارف طبيعة المشكلة إيه نرميل لكن ربنا يديكي نعمة افتكري لو محتاجين توبة أو تصحيح مصار أو حاجة نرجع عنها أحيانا بتبقى ده سبب في حل المشاكل واخدين بالكم لكن في أحيان تانية إحنا بنبقى محتاجين نصلي أكتر وننتظر عمل الصلاة يا أحبائي إحنا في إيدينا أهو عظيمة في إيدينا كل واحد فينا إنه يقف أمام الرب العلي القدير القادر على كل شيء اللي هو بإيده وبيمينه صنع العالم كله وبقدرته الفائقة هو مدبر الكون الشمس والقمر والنجوم والرياح والثمر وكل شيء ده إله وإلهك فوقفة قدامه هتملك طاقة وتملك قوة لا يستهان بها قبل اوعى تفصل الحبل لما بينك وما بين ربنا بلاش كسل بل الملل بلاش نستسلم للتشك وكل الشيطان بيزراعه جوه قلبنا ونختبر كلنا الحب الإلهي لما نقف ونصلي ربنا يقبل مننا كلنا صلواتنا يفرحنا يمن لنا سلام وأمان بيوتنا وكنيسنا لإلهنا كل مجد وقرامة من الآن وإلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة